ترجمة نانسي قنقر في بطولة الأردن تؤكد عمق العلاقات بين الاتحادين البحريني والأردني للفروسية في سبيل تنظيم البطولات الدولية المشتركة بين الجانبين معربا سموه عن تقديره للاتحاد الأردني على جهوده البارزة في إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية بعد أن شهدت البطولة الأولى الشهر الماضي تنظيما جيدا وأوضح سموه أن الفريق الملكي يسيروا وفق خطة لتأهيل الجياد والفرسان الشباب للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في هولندا سبتمبر القادم قال سموه حرصنا على مشاركة الفرسان والجياد في بطولة الأردن الأولى واليوم نواصل تأهيلهم عبر البطولة الثانية والتي ستكون مغايرة خصوصا أن الفرسان اكتسبوا خبرة واحتكا كان من المشاركة الأولى وهي ما ستدفعهم للمزيد من التألق وتحقيق النتائج الإيجابية وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن البطولة تعد مكسبا للفريق في تهيئة الفرسان الناشئين ودخولهم أجواء المشاركات الخارجية بصورة مميزة حيث أن الفريق مقبل على مشاركات أخرى قبل بطولة العالم وسنسعى لوصولهم إلى كامل الجاهزية وتبع سموه ثقتنا كبيرة بقدرات فرسان الفريق الملكي ونتطلع أن يواصل الفريق تواجده على منصة التتويج بعد أن حقق المركزين الأول والثاني في البطولة السابقة في سباق مئة كيلومتر وأشهد سموه بجهود الجهازين الفني والإداري للفريق والطاقم الطبي وكافة الطواقم وحرصهم على تهيئة الأجواء المناسبة لكافة الفرسان واجتازت جياد الفريق الملكي الفحص البيطري الذي جرى في قرية البطولة بإشراف لجنة الحكام التي شهدت مشاركة طاقم تحكيمي بحريني إضافة إلى اللجنة البيطرية وكانت مجموعة من مدربي وفرسان الفريق الملكي خاضوا معسكرا تدريبيا في الأردن بعد انتهاء السباق الماضي ترجمة نانسي قنقر